يقول هذا السائل أرجو من سماحة الوالد الشيخ صالح أن يوجه أختي فهي عندها شيء من الوسواس لديها ثلاثة أولاد وتخاف عليهم لا تذهب بهم للنزهة ولا تخرج بهم للزيارات لأقاربها وتقول أخشى من عين تصيبهم لا ينبغي هذا هذا شدة الخوف على الأولاد أن يصابوا هذا غير مشروع وهذا فيه مشقة على الإنسان يثق بالله عز وجل ويدعو لهم بالسلامة والهداية ويمنعهم من مجالس السوء ومن رفقة أهل السوء ويربيهم تربية شرعية حسنة هذا هو المطلوب منه نعم تقول أيضا لها فقرة ثانية عند خروجها تلبسهم ثياب يعني ليست نظيفة أو خشنة تقول خشية العين هذا من الوسواس عليها أن تترك الوسواس وأن تستعيد بالله من شر الإنس والجن ولا يضرها شيء تستعمل الورد في الصباح وألمس لها ولأولادها نعم